اشتركوا في القناة بالقيادة المركزية الامريكية قائد الاسطول الخامس الجديد وقد رحب صاحب الجلالة بالفريق بحري جيمس مالوي واهنأه بهذه المناسبة متمنيا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يخدم قضايا الامن والسلام في المنطقة واشاد جلالته بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك منوها بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي وخاصة في الميادين العسكرية والدفاعية بما يخدم الاهداف والتطلعات المشتركة واثنى جلالته خلال اللقاع على الدور المحوري الذي تطلع به الادارة الامريكية في حفظ الامن والاستقرار وتعزيز السلام العالمي كما اعرب العهل المفدى عن تقديره للجهود التي بذلها قادة الاسطول الخامس السابقين والذين قاموا باداء واجبهم على الوجه الاكمل من جانبه اعرب الفريق بحري جيمس مالوي عن شكره وتقديره لجهود جلالة الملك المفدى في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع الولايات المتحدة الامريكية مشيدا بدور مملكة البحرين واسهاماتها الهامة في ارساء دعائم السلم والاستقرار على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر